بعض الناس الآن مثلا يقول لما تهد حادثا شو مراد بعض الأخوة أوصل فتقضي يقول وين الخطبة وين العلماء وين طلبت العلم ليش ما يحشون أحبائي نحن نتحدث نستوى دافع لكن هذا واقع نتحدث بكل شيء لكن يا إخواني الطرف الآخر هو أنت يعني أنا لما أتحدث لا يعني أني أصلحتك إنما عرضت عليك ما يصلحك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان يرشد الأمة فهناك من اتبع قوله مثلكم أنت فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وأكو ناس لا هؤلاء سمعوا ولم يستمعوا ولذلك نكسوا على العقاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصوا فإخواني الهداية مركبة من اثنين من الواعظ ومن المستمع أتذكر من باب الشيء بالشيء أذكر أحد الإخوة قاعدين في أحد المجالس الحسينية واحد قال أريد لي فالطبيب قال محترم فاهم قاله فلان طبيب معروف فذاك الطرف اش قال الأخ قال واحد منهم قال هذا كل شيء ما يفتهم هذا الطبيب معروف طبيب جيد شلون كل شيء ما يفتهم ما التفتت لك قلت له شون قلت كل شيء ما يفتهم الطبيب فلان قال أنا رحت لو ما طبت قلت لسيلك سؤال التزمت بالعلاج مثل ما وصفت قال لا والله خذت لي حباية من عنده وما عجبني وذبيتها قلت له طيب شون انت الطيب لعلك فيخوان احنا نستمع الموعظة وقد نأخذ منها شيئا قليلا ولكن نترك الكثير ولذلك القرآن يقول فبشر عباد الذين يستمعون القاول فيتبعون يستمعون فيتبعون يتبعون بعد شنو يلا تبوني لا أثر فيتبعون بعد شنو يتبعون أحسن يتبعون